فضيلة الشيخ هنا سائل يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فيقول أنه يدعي بعض الناس استنادا على هذا الحديث أن المهم فقط هو القلب فتراه يقول أن قلبه عامر بالإيمان ولكنه لا يؤدي الشعائر المطلوبة منه وخلاف ذلك فما تعليقكم على ذلك هذا يسأل عن مجاوة الحديث الصحيح أن الله جل وعلا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم يقول إن بعض الناس قد يتعلق بهذا ويقول إن المعول على قلب وأن العمل لا معول عليه ولهذا إذا نصح وقيل أتق الله قال الإيمان في القلب هكذا يقول بعض الناس فإذا نصحته عما يحصر منه من المعاصي من التساهل بالصلاة أو البخل بالزكاة أو غير هذا أو حق لحيته أو إسبال ملابسه أو تعاطيه المسكر أو ما أشبه ذلك قال الإيمان في القلب وهذا الاحتجاج بهذا الكلام حجة شيطانية باطلة فإن القلب هو الأساس فمتى صلح القلب صلحة الأعمال كما سمعت في الحديث الآخر فلو كان الإيمانه القلب صحيحاً موجوداً لم نعك من هذه المعاصي ولكنه ضعيف أو معدوم هم في الحجنس فالولاك ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وجعل العمل مع القلب هكذا روى مسلم الصحيح فلم يهم العمل قال ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وفي حاجه إنما المتقدم في القلب قال إذا صلح المطأ صلح حاجزة كله صلح حاجزة كله بالعمل الصالح فإذا صلح القلب صلح العمل الفتن فانقادت الجواء لطاعة الله وانكفت عن محارم الله هذا هو الصلح فإذا كان الجسد لم يصبح هذه علامة أن القلب لم يصبح وأن الإيمان فيه معدوم أو مريض مدهول ضعيف والإيمان يزيد وينقص وقل وعمل عند أهل السنة والجماعة والله يقول وقل اعملوا ويقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ما قل بإيمانهم بس بما كنتم تعملون فالإيمان عمل والصلاة عمل والزكاة عمل وهكذا فواجبها الواجبات التي فرضها الله من الإيمان وترف المحارب من الإيمان فالواجب على العبد يتقي الله ويحرر الأسئلة التعلقات التي تضره وتغذب الله عليه فإيمانك إذا صح في قلبك حملك على أداء الفرايض وعلى سطر المحارب ومتى وجد منك الخلل ببعض الواجبات أو رفو بعض المحارب فذلك دليل على ضعف إيمانك وكلما زاد الضعف صار خضر أكبر ربما توالى حتى يزول الإمام كليا وهكذا المعاصي كلما زادت ضعف القلب وضعف الإيمان وربما جره ذلك لأن السلاح من الإيمان بنقض من نواقع الإسلام فإذا المعاصي بلد كفر فالمرض بلد الموت فالواجب على المسلم يتقي الله ويحذر الشيطان والهواء ويتباعد عن محارب الله ويحذرها ويسيد في الدائمة واجب الله فهذا هو الدليل على صلاح القلب نعم